كل منتسب للتصوف لا يتقيد بالشرع ليس بصوفي التصوف كمصطلح علم شرعي بلا شكلنا من المصطلحات الشرعية وانتسب له كبار الأئمة والعلماء وهذا موجود في رسالة الدكتورال لأحد الدكاترة في الأردن عن التصوف عند الإمام الذهبي وكيف أثنى على عدد كبير من علماء أهل السنة ونسبهم إلى التصوف باعتباره معنى من معاني التزكية والسلوك والتربية الروحية وهي من المصطلحات الشائكة اليوم أو التي أساء لها بعض الغلاو المتشددين وحتى بعض من ينتسب إليه إلى هذا المصطلح الشريف بعض من المنتسبين إليه أيضا أسائل كما ذكرت أنت غير متقيد بالشريعة لا شك أنه يتبرأ منه التصوف الإسلامي الصحيح الحقيقي التصوف العرفاني التصوف التزكية الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام والذي على رأس قائمة أئمته وأتباعه الإمام سيدنا علي رضي الله عنه فالتصوف مثل مصطلح التشيع مثل مصطلحات كثيرة يعني هي مصطلحات شرعية فشيعة سيدنا علي هم أكارم الصحابة وأكابرهم في معركة صفين كان أغلب الصحابة مع سيدنا علي رضي الله عنه في معاركه الحقة وفي معركة الجمل أيضا كان أغلب جيشه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالأنصار كان ألف من الأنصار والمهاجرين في الوقت الذي في الكفة الأخرى ما كان أحد من الصحابة إلا نفر قليل ثلاثة فقط وأغلبهم من مسلمة الفتح من الذين أسلموا في فتح مكة يعني في الساعة 25 من الإسلام أما سادتنا الصحابة رضي الله عنهم فأغلبهم كانوا من أنصار إمام الهدى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والرضوان فهذا الانتساب اللي هم مثلا مصطرح التشييع شيعة علي هو الحق في عصر سيدنا علي ضل عنه من ناصر سيدنا علي لذلك عقيدة للسنة وجماعة أن الحق مع سيدنا علي في كل معارك في الجمل وفي صفين وفي النهروان فضلا عن معاركه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو شارك في أغلب معارك النبي عليه الصلاة والسلام حاشى معركة تبوك وقد توجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة بتاج ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي فكل معالك سيدنا علي هو ما الحق هل تأتي التأويل لمن كان في الطرف الآخر هذه مسألة أخرى نعم